طبعا أحداث نادي الزمالك وبيانات نادي الزمالك وبيان اعتزار نادي زمالك أو انسحاب نادي زمالك من بطولة الدورة اعتراضا على التحكيم نادي زمالك طبعا كان كبير وأن الأمور دي يعني الكرة في النهاية مكسب واخصارة والجميع مبارح أشاد حكم اللقاء حتى النهاردة لو في بعض الأخطاء أو بعض التعليقات دي وردة في مجال التحكيم ولكن الأهل والزمالك دايما خط أحمر في حتة الانسحابات أو الاعتزارات لأن دي شيء مع الكبار فالأمور لازم تبقى أهدى من كده شوية أيضا ان دهاردة اتحاد الكرة يعني برضو مطلع بيان أن على الجميع الالتزام وأنه هو يعني في ظهر لجنة الحكام وأيضا الحكام النهاردة مطلعين ده بيان اتحاد الكرة والحكام مطلعين بيان برضو أن هم يعني أخذين موقف من نادي الزمالك أو التحكيم لنادي الزمالك أنا الحقيقة بناشر الجميع بالهدوء وعلى الجميع أن هو يعني يتدخل أو على القلاء أن هم يتدخلوا لاحتواء الموقف الناس أصلا أو البلد مش نقصة يعني في جميع المجالات الحقيقة يحصل إصارة وداما بالنادي أن يبقى فيه نوع من التهدئة وعلى الكبير أن هو يحتوي الموقف الأهل بيخسر والأمور عدت عادي خالص ما فيش مشاكل والزمالك مبارا خسر وما تعدي عادي وحيتنفسه على الدوري وأي بطل دوري هيكسب ويخسر فمش معقول أن كل مطشي حناف عنده بالصورة دي أو كل مطشي حنعلق عليه بالشكل ده يعني أعتقد أن على الجميع أنه يهدى وعلى الجميع أنه حتة البيانات دي والتعامل معها الإعلام تبقى في نطاق الهدوء